خاضت مصر ممثلة في قواتها المسلحة ورجال الشرطة معركة شرسة ضد الإرهاب في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وقدمت مصر على مدار السنوات الماضية نموذجا فريدا في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه واستعادة الأمن والاستقرار في وقت وديس عقب ثورة الثلاثين من يونيو خاضت مصر ومعركتها الشرسة ممثلة في قواتها المسلحة ورجال شرطتها البواسل ضد الإرهاب معركة كان لسيناء النصيب الأكبر منها وعلى مدار السنوات الماضية قدمت مصر نموذج تاريخيا في ملف مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة ركزت بشكل أساسي منذ عام 2014 على الضربات الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية ووقف مخططاتهم التخريبية وتجميد إمداد تمويلهم فضلا عن تنفيذ قطط المحكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات وهو الأمر الذي سهم بشكل كبير في القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار للبلاد في وقت وجيز كما نجحت العملية الشاملة سيناء التي تم إطلاقها عام 2018 في القضاء على المرتكزات الجغرافية الإرهابية وكذلك ضبط قيادات تلك العناصر وتقليص موارد تمويلهم وذلك بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وتعد الحرب التي خضتها البلاد ضد الإرهاب بمثابة شهادة نجاح للقوات المسلحة وقوات الشرطة حيث أظهرت قدرتهم الفائقة في التعامل مع التحديات الأمنية التي توجه البلاد للحفاظ على أمن الشعب المصري واستقراره وبالتزامن مع الحرب الضروس ضد الإرهاب في سيناء لم تتوقف عجلة التعمير والبناء والمشروعات التنموية العملاقة حيث اعتمدت الدولة التنمية كأحد أسلحتها لمواجهة تلك العناصر الإرهابية ممن لا يعرفون دينا ولا وطنا